ما هي نسبة المصداقية التي يقدمها مشاهير مواقع التواصل؟ وهل ترينها مرتفعة؟ وما مدى تأثيرها على المجتمع؟ والله يا بدرية بكل أسف المصداقية عليها علامة استفهام كبيرة يعني أنا برأيي أنه اللي بتابع مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان بيهتم بحياتهم الشخصية لازم يرجع يفكر مرة أخرى أنه الإنسان حياته مشكلها إيجابية كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بس بيفرجونا الجانب الإيجابي من حياتهم في حين أنه مش هاي هي الحياة وهذا الشي بيعمل بعض الإحباط لبعض السيدات اللي بتطلعوا على المشهورة أو المشهور أنه هم تون النهار بيحضروا إيفنتات وبشتروا شابينغ لا الحياة مش هيك أكيد الحياة فيها نحن كأشخاص مطلعين على حياة معظم المشاهير في العالم نعرف أنه في عندهم أبس أن داونس الحياة ما بتمشي كلها بوتيرة وحدة هذا أولا تاني شي أنا بنصح كل الناس اللي بتتابع المشاهير سواء في الإعلام التقليدي أو في الإعلام الحديث أنها تنتبه أنه خصوصا لما بدي أختار دكتور بدي أختار مطعم أكل فيه بدي أختار مدرسة أنه كتير ناس أصبح هذا الموضوع بالنسبة لها بيزنس ليش؟ لأنه زمان كان المعلن يذهب إلى جريدة أو تلفزيون بس كانوا ياخدوا منه مبلغ جدا كبير الآن مشاهير التواصل الاجتماعي على الرغم من المبالغ اللي بعض الناس بيشوفوها كبيرة إلا أنها لا تذكر مقارنة بالإعلان التقليدي الأديم وأسعاره فكتير من الأشياء اللي بتصير على السوشال ميديا هي عبارة عن إعلانات مدفوعة الأجر وبالتالي على المشاهد والمتابع أنه يحكم عقله يدخل على الموقع يشوف يشوف ريتنج الناس يشوف كومنتات الناس العاديين اللي بتروح عليه ما يروح يتبع المشاهير بشكل عام وين بيروحوا على أساس أنه عندهم مصدقية عالية يخلي في باله دائما موضوع الدعاية إلا أنه طبعا بعض المشاهير اللي بياخدوا هذا الأمر بعين الاعتبار ومش ممكن يعملوا دعاية اللي لما يكونوا مجربين ومتأكدين من المصدقية لأنه بالنهاية تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن لا تستطيع خدع كل الناس كل الوقت لا أخفيك هو بالحقيقة تحدي تحدي كبير إحنا هلأ اللي يعني نعتبر اشتغلنا بالإعلام التقليدي وخطينا خطوة للأمام مع الإعلام الحديث أو وسائل التواصل الاجتماعي علينا دور كبير مثل اللي صار مع انتقال المحطات التلفزيونية من البث الأرضي للبث الفضائي البث الفضائي كان مطلوب من المحطات والمقدمين والمعدين أنهم يكونوا عندهم عامل جذب للعالم العربي أو حتى العالم بشكل عام بطل الخبر أو المعلومة أو البرنامج محلي فقط للمتابع المحلي الآن أيضا الإعلام التقليدي صار مطلوب منه يكون سريع جدا لأنه من عين المكان يتم بث الأخبار مهما كان بيسبقوا الإعلام التقليدي لأنه إعلام التقليدي مطلوب منه أنه يتأكد من المعلومة قبل نشر هامة المجاوبتك سابقا أيضا صار مطلوب الاختصار يعني زمان كان الناس عندها وقت تقعد تتفرج على حلقات 45 دقيقة أو ساعة تلفزيونية الآن إذا لاحظتي كل الإعلام التقليدي على اليوتيوب عم بيبث المقاطع الرئيسية من الحلقات اللي بيبثها على قنواته يعني مثلا زي الحلقة هاي ممكن تبثه الفقرة تابعتي لوحدها أو الإجابات حول موضوع معين حتى تستهدف الشريحة اللي بهمها متابعة الموضوع أنا مثلا عندي أولاد مراهقين بتستغربي إن إحنا عنا بالبيت ما فيه إلا تلفزيون واحد أنا دائما بقولي ممكن إحنا العيلة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي عندها تلفزيون واحد لأنه الكل يتابع عبر وسائل الإعلام المتطورة والحديثة عبر اليوتيوب عبر سنابشات عبر إنستجرام اللي بده يشوف إشي بيشوفه عبر القنوات الحديثة للإعلام والبث